اشتركوا في القناة سألتم شليا يقوم هني أبيكم تسمعوني شليا يقوم هني مساكم الله الخير مساك الله بالنر شليا بشني؟ السؤال هذا اللي دائما أكررت تعاطي مخدرات متأول مرة تعاطيتي عمري كان ستعش سنة ستعش سنة أول مرة تعاطيتي والحن جمع عمركش نينو ثلاثين وطول هالفترة من ستعش سنة إلى ثلاثين ما انقطعتي على المخدر؟ لا انقطع وأروح عندنا المستشفى أوقف وأرد انسجنت أول مرة ستة شهور طلعت قاعد سنتين سنتين سنتين؟ الفين وخمسة انسجنتي ستة شهور عنزين الحبسة هذي لستة شهور خليتش تقطعين المخدر؟ لا أول شيء ضايقني بحياتي رديت تعاطيت على طول رديتي؟ من طلعتين رديتي تعاطيتين؟ ايه لأنه ما في تأهيل يعني أنا ما عارفة شلون أوقف ما في مساعدة في اشتياق في مخدرات بكل مكان فلوس سيولة متوفرة شلون ما راح أتعاطى؟ من اللي يبلتش المخدق؟ أنا أول ما طحت طحت مع طليقي الله يرحمه توفى توفى؟ توفى من شنو؟ هذا السيارة يعني مو من المخدرات؟ لا، هذا السيارة بس ما كان في عندنا توعية أنا أول مرة يوم تعاطيت عبالي بنادول مطحون يعني حتى المسلسلات اللي كانوا يحطونها وكذي مو قالي لك شنو الإدمان؟ يعني أنا بعد ثلاثة أيام عبالي فيني في الونزة حادة داشة يوم عرسي بأعراض انسحابية وأنا ما عندي خبر أبي أروح المستوصف يوم قال لي لأ هذه أعراض وتاخذين اللي ناخدها ويرجز مش طبيعي خلاص تبرمج المخ طبيعي يتبرمج من وين تتعاطين؟ من اللي يبلتش المادة المخدرة؟ زوجي كان بالمخدر يشتغل وكان عنده بدل أجار وغيرة يعني بداية الطيحة ممكن يعني الجرع اللي ناخذها اللي هو القرام نسميه يتم عندك يطول لأنه توق لكن لما يتعود الجسم هنا يزيد الجرعاء هنا ما فيه يبدل واحد عاد نجرة الأهل وحطوني ما حطوني عاذبوا قهلا يعني يبيع أي شيء في البيت؟ أي تتعاطوهن مع بعض ثناتكم زوجي وبعدين؟ دش السجن أنا كنت بره وغضية شنو دش السجن؟ تعاطي مخدرات مزي؟ شكثر من حكم؟ كان علي حكم ثلاث سنين وأربع شهور قعد أربع سنين تقريباً طلعت هو شهر أربع عندك حيال مني؟ عندي بنتين بعد ذلك؟ بعد ذلك دشت أنا المصح أول ما سجن دشت هنا قعد تقريباً ست شهور بإرادتي التامة ما أحد جابرني لأن إحنا عندنا واحد وعشرين يوم يقضبونه كل باب جسمك نظيف ترتاخذ الجرع نفسه أوبردوز ما فيها روح تحال عكثر اللي قاع روحون شذي فعندي الوالدة وايت تعدت مهاي فقال أسليش رايت شدشين منزل منتصف الطريق اللي هو الهافوي بالمستشفى عندنا بدأ الشيط قاعد ست شهور العلاج اللي خذيته هناك أعراض الانسحابية أقوى من المادة اللي أنا أستعملها يعني تميت 11 يوم تعبانا فأول شيء ببالي نفس الأعراض بالضبط وأزود يعني على أكثر المدة فأول ما طلعت من عندهم براتي أمن سويت إخلاء وطلعت من المستشفى يعني حسافة الست شهور اللي قاعدتها رديتها أعطيت هذه سنتي سنة واحدة من ثلاث سنة أدشين المصح وأبوهم كاف في السجن ماذا؟ ماذا؟ العيعل من عنده؟ عند يدتهم أم أبوهم كم عمارهم كان؟ بنتي كان عمرها العودة تسع سنين والصغيرة أتوها يمكن سنتين في قمة الحاجة لكم؟ ماذا؟ وهديتيها ورحتي؟ مع أنا أبي أرد لهم كأم أحسن ماذا؟ بعدين؟ ثلاث سنين هذي متواصلة الحين انت شفت نوية نتكلم عن زواجت الثاني زواجت الثاني يتعاطي؟ ماذا؟ يتعاطي؟ أدري أنت خليتي يتعاطي؟ ألا هو أساسا يتعاطي وكان موقفته وطالع ببرنامج تايبين أنا كنت ردة للتعاطي عرفته شافني أتعاطي كذا مرة يعني يمكن مسك نفسه خمس مرات ما تعاطي بالسادس مرة رح يتعاطي لأن المادة موجودة؟ ألتقينا ببرنامج بالنت بالنت تعرفت على بعض النت وحبيته بعض بالنت وتزوجته وهم مرحلة التعاطي زادت أجل من يبلكم؟ يعني المادة هذه المخدرة من يبلكم هيوفرها لكم؟ في بدال بياع مليون؟ والله العظيم ما قاعد أزل عليك والقرام تعرف البياع إذا هو بخمسة وعشرين أو بثلاثين عادي يعطيك هياب عشرين ما طول ما أنت زبون عنده أهل المستفيد خصم؟ أي خصم زبون أنت عنده عرفت؟ ما يبي يخسرك وتيب لزباين يعطيك عادي ببلاش أي؟ كل ما يكثرون الزباين اللي تيبينهم كل ما تسريع عنده متميزة وبالتالي لما أدق عليه مثلا ما معاي فلوس خلص أوكي على الحساب روحي أخذي شلو جناسي هم هذين اللي بيعون؟ أكثر هما سيويين لماذا ما تبلغين عنهم؟ انبلغت عنهم أول شيء يعني عندهم هما أوكي التليفونات أكيد من غير بيانات عارفين متى دخلت القوات عليهم متى طلعتها يعني يتخيل تبطل تليفونهم الساعة عشر الصبح لساعة ثلاث العصر يتسكر يريد يتبطل المغرب لساعة دعش بالليل وبكل مناطق الكويت وبين كل شبه وشبه في عنوان تخيل العنوان اللي هو تلاقي المادة تحت واحنا مساعب الزنزانة قلتلي كل ما يشوفوني أنا يعني أحاول لي أبتد عن المخدر يعطوني ببلعش تشوف الحبايب يوزعون لك ببلعش من كل صوب لأنك بطلت لأنك وقفت شغلهم مقادرين يسوونها فتصير نفس الحسرة والله إن إياك عادي يقول لك كم قرام تابي لا عادي عادي حسابهم عندي وماكو إشكال هذه هدية مني لك واصل 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 على قولتهم أول ما يبدي يحس إن أنت بدأ جسمك يحورك بديت ترد تشلب وين فلوسك؟ نقصتني فلوس أبي أكمل فلوسي أو ما يرد عليك شوي يطول يتعزز وتردين مرة ثانية للتعاطي يعني الحين الأثنين اللي تزوجتيهم أولاني كان يتعاطي هو سبب تعاطيه هو اللي دششتش في الدائرة يعني هو يعيش محترف ودشش به الدائرة هو هم يمطيحينها واللي مطيحها الحين وهو تحت التراب قاعدة عاقب أو قاعدة حاسب والثاني ما شاء الله مبطل وسكرتير الدكتور اللي يطيح مزين والثاني هم مرحلة التعاطي والحين حياتش معمل انتي حايشة معمل والحين يعني إن شاء الله أنا شوف نفسي الحين خيال نفسي هنحاش منه اش رايك؟ معقولة؟ اي والله ما اقدر اواجه نفسي اهدري صورة مشوهة ما اقدر مزيلة طلعين الحين وتروحين تردين تحطين أمانة؟ شوف أنا واصلي مرحلة كانوا ماسكيني شبه الأوفردوز مو شبه الأوفردوز كانت معايه بالمكافحة خدقلك الحال اللي أنا داشة فيه أنا ما وعيت إلا عند وكيل نيابة كنتي بغيبوبة الله يمكن دعاوي أمي أتوقع الله رحمني يا ابنيني كان ميتة برا ما تتمنى تكونين يم أمي شو يمعيها عليك؟ أكيد شلون ما تمنى؟ ما أنا بشر ما فيني مشاعر وحاسيس بنتختي أنا والدة ترم ما شفتها لحين هي بطلة هاذا؟ أبطل؟ إزين وين العلاج؟ سلمني العلاج وأنا أبطل أهما من يحسون أن تشنتي بطلتين يطلعون الحبايب؟ أقول لك شيء أنت تدري أن أهلنا أهما نفسهم إحنا مرّبناهم لأن أمي مجرد حتى وأنا مون فتشوفوا هي أصفر دايخة فيني النوم أنت شنو ما أخذها؟ أنت شنو مسوي وأنا مو متعاطي الشيء بس هذا كل لبس فعل يمناي يعني أنا أحمد ربي أن أمي لحين ترد علي آخر مرة تكلمني تبتشي منارة تقول أخوانك تطمنت عليهم طيب أنت شو رج مو عارفة ش أرد لأن أنا أدري أوكي في غلط مني لكن مادة قاعدة أقول لك متوفرة إزين والله العظيم ساعات ما عندي فلوس أروح نفس العناوين طيب لو يهال يطلعون يلعبون بالشارع عند الشابة لقي عنون يهال عضلت شي صار شي من المسؤوليني ما ممكن تكون واحدة من بناتي صح ولا لا إحنا محتاجين تأهيل نفسي تأهيل علاجي أصلا يقول لك الأعراض الانسحابية يعني فترتها أول قول ثلاث شهور شهرين للعلم أنا لاحين ساعات ما أنام ساعات ما أنام للحين صار لي شهر تخيل أنا ما زلت في أعراض انسحابية عنزين؟ ستة شهور من ستة شهور لي سنتين التأهيل النفسي بروحه ويتم يروح اجتماعات ويتم عنده مؤالج نفسي ويتم عنده موجه عشان يفضح الفكرة يعني برنامج التنعش خطوة ساعدنا بس وين التأهيل؟